موسيقى قل لي أنت روماني جنسي ايه نعم أنا اشتغيت وجنسي روماني النفسي مبلغ كل شي كبير من المال لكن أنا نولدت كمواطن روماني موسيقى الحرس اللي أمر متضابط باستجواب بولس ابتعدوا رأسا من سمعه هو روماني جنسي والضابط انزعج انبور هو كتب بولس بالزناجيل أنا لازم أعرف حقيقة التهمي الموجهة لك من بني عقوب يا حرس نعم سيدي افتحوا قيود بولس بساعة حرس سيدي موسيقى 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 القاء الثاني يوم أمر رؤساء الدين وعلماء الشريعة وكل أعضاء المجلس الديني البني عقوب أن يجتمعون وأخذ بولس ووقفوا قدامهم بولس دحق للحاضرين بالمجلس وقال يا إخوان أنا أعيش لأله سبحانه وتعالى الضمير صالح لحد هذا اليوم أضغبونه 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 على ثمه الله يضغبك الله يضغبك يا منافق أشون تقعد هوني حتى تحاكمني حسب الشريعة فتخالف الشريعة وتأمر بضغبي أشون أشون تخيلق رئيس علماء الدين أشون أشون يا إخوان ما كنت أعرف أنه هو رئيس علماء الدين أمبور الكتاب يقول لا تخيلق رئيس شعبك أشون موسيقى فولوس لما نعغف بعض أعضاء المجلس من علماء الدين والبعض الآخر من غجال الدين الساسة يا إخوان أنا أصلا من علماء الدين أبا عن جد وأنا أتحاكم هالساع قدامكم أنبور عندي رجاء أنه الموت يقومون نحن علماء الدين نؤمن بالقيامة نحن علماء الدين نؤمن بالملائكة نعم نعم نؤمن بالأرواح بس نحن ما نؤمن بكل هذا الشيء نعم نحن ما نؤمن بهاي الخير اسمعوا يا أعضاء المجلس نحن ما عن نخشى أيضا بعملوا هذا الغجال نعم هذا الغجال ما لازم يتحاكم أنبور ممكن يكون حاكم معانه روح أو ملاك لازم يتعاكم على كل اللي يعملوا أنا ما أخشى أي شيء يعملوا ويستحق العقاب لا عملوا بثير الشغلات يستحاكم يتحاكم ويتعاكم عليه يا حرس يا حرس يا حرس يا خبارس قدامهم يالله نزدون بسع وحمانه قوي هذول غيح موتونه بسع خذونه واتبونه للمعسكة موسيقى وبالمعسكر جاء مولانا عيسى بالليل البولوس وقال له تشجع لازم تشهد لي بروما مثل ما شهدت لي هوني بالقدس ثاني يوم الصبح تآمروا مجموعة من بني يعقوب على قتل بولوس يا جماعة يا جماعة لازم نقتل بولوس هذا ايه نعم منبور هذا ما يستحق الحياة نحنا نحن نحغم الأكل والشغل علينا إلا أن نقتل هذا الشغل يلا يا جماعة يلا خلي غوح العلماء الدين والشيوخ حتى نقشع عش نراهم يلا يا جماعة يلا نحنا قسمنا قسم أن ما ناكل ونشغب إلا نقتل بولوس وهي نحنا قدامكم أربعين واحد اتفقنا على هذا الشغل ايه نعم نحنا كلنا انتفقنا نعم لازم يقتل بولوس وهسع 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 سيدي وهسع نريد منعتكم أن تطلبون من الضابط المسؤول على سجن بولوس أن يجيب بولوس قدامكم بحجة أن تطلون تتحقيق معانو ونحنا غيح نكون مستعدين أن نقتلوا قبل ما يصل المجلس موسيقى ابن أخته البولوس سمع بهاي المؤامرة فغاح للمعسكر حتى يخبر بولوس ايه خالة ومثل ما قلتوا لك كل اللي تمحرموا الأكل والشغب إلى أن يقتلوك فسين بالك من عندهم يا حرس يا حرس ايش تغيط الصيح علينا بهاي الساعة ممكن تاخذ هذا الشاب وتودينه للضابط المسؤول انبور عنده شي غيدي يقوله للضابط يلا يلا امشي امشي باعي موسيقى سيد الضابط المسجون بولوس بعث علي وطلب مني أن يجيب لك هذا الشاب انبور عنده شي يغيدي يقول لك يا حرس يلا وحن صغف تعال ابني تعال اش عندك اش تريد تقليه مجموعة من بني يعقوب اتفقوا أن يطلبون منك تجيب بولوس للمجلس غدا بحجة يغيرون يعملون تحقيق معانه فلا تسمعهم انبور أكثر من أربعين واحد حرموا على نفسهم الأكل والشغب حتى يقتلونه ونصابوله كمين وهي مهسة مستعدين ويستندغون أن يتوافق على طلبهم انت قلت لأحد هذا الحكي لا سيد لكن دحق سين بالك تحكي لأي واحد أنه انت قلت لهذا الشيء مليه؟ اي نعم سيدي يلا انت تفضل ارجع لبيتكم ومثل ما قطولك لا تحكي لأي واحد اش عمل اش عمل يا حرس يا حرس نعم سيدي سيحولي اثنين ضباط من اللي يعونوني يلا بساع يلا حاضر سيدي طلبتنا سيدي اعمر سيدي ونحن بخدمتك سمعوا حضغولي ميتين جندي وسبعين فارس وميتين مسلح بالحراب حتى يغوحون القيصرية الساعة بالتسعة بالليل مثل ما تعمر سيدي سمعوني تحضغون فارس يركبه بولوس حتى يصل سالم للحاكم فيليكس وهس اكتبوا هذه الرسالة اللي غيح ابعثها معاكم للحاكم يلا بساع اكتبوا من الضابط كلوديوس الى صاحب الفخامي فيليكس الحاكم بعد التحية هذا الغجال قبضوا علينا وبني عقوب وكانوا يغيدون يقتلونه لكن انا وصلته مع جنودي بالوقت المناسب وخلصنانه منهم انبور انا عقفته انه هو مواطر روماني وغضت اغف سبب شكواهم ضده فاخذتون المجلسهم فلقيت التهمي متعلقة بمسائل تخص شريعتهم لكن ماكو شكوه ضده تستحق الموت او السجن وبعد هذا عقفته اكو مؤامرة ضد هذا الغجال فبعثتونه لك بسرعة وانا بدوغي امرت لي تهمونه ان يقدمون قضيته ملك موسيقى 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 الجنود نفذوا الأوامر وأخذوا بولس معهم بالليل وبنص الطريق الفرسان كملوا الطريق ورجعوا البقية للمعسكر وثاني يوم وصلوا القيصرية فغاحوا للحاكم تفضل سيدي الحاكم هاي رسالة لك من الضابط كلوديوس وهذا المسجون نسلمه لك أغشى أعطوني الرسالة أحتقرها من الضابط كلوديوس إلى صاحب الفخامة فيليكس الحاكم موسيقى 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 أنت منين يا بولس؟ سيدي الحاكم أنا من كالكيليا مم أنا غير حسما قضيتك من يجون اللي يشتكوا عليك يا حراس نعم سيدي الحاكم احرسوا بولس مريح وخلونوا بالمقر مالتي حالوا سيدي موسيقى بعد خمس تيم وصل حنانيا رئيس علماء الدين القيصرية ومعانه مجموعة من الشيوخ ومحامي اسمه ترتلس وقدموا شكيتهم ضد بولس قدام الحاكم فيليكس سيدي الحاكم فيليكس نحن بفضلك ننعم بسلام عميم والإصلاحات اللي صاغت بهاي البلاد تعود الحسن تصرفك وتدبيرك فيا صاحب الفخامة فيليكس نحن نقبل هذا كلته بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان حتى ما أطول عليك الكلام أرجو منك أن تسمعنا بلطفك الفضل حكيه باختصار لقينا هذا الغجال يسبب المشاكل وثير الاضطراب بين بني عقوب بكل أنحاء العالم وهو من كباغ أتباع عيسى وحاول أن ينقس بيت الله فقبضنا علينا وقدنا نحاكمه حسب شريعتنا فجاء الضابط كلوديوس واستخدم معانا العنف وأخذوا من بين إيدينا وأمر أن نرفع لك شكوانة ومن تستجوب وأنت بنفسك ستأغف أن شكوانة ضده صحيحة نعم كل اللي قاله المحامي صحيح ونحنا نأيد هذا الشيء نعم كل اللي قد نأيد يا جماعة يا جماعة اسكتوا اسكتوا خلنا نسمع خصمكم اتفضل احكي يا بولس أنا أعرف أنه أنت تحكم هاي البلاد من سنين لهذا أنا غيح أدافع عن نفسي بسرور قدامك سيدي الحاكم أنت الطيق تكتشف بسهولة أنه أنا غحت للقدس للعبادي قبل 12 يوم تقريبا وخصومي ما لقوني أجادل أي ويحد ببيت الله أو أثير الشعب بالمصليات أو أي مكان اللاخ بالمدينة ولهالسبب هي ما يطيقون يثبتون الشكوى اللي يقدموها ضدها الساعة سيدي الحاكم سيدي أنا أعترف أنا أعبد إله آبائنا بحسب الطريق اللي يقولون علي أنه هي مبدعة وأؤمن بكل التوراة وكتب الأنبياء وعندي نفس الرجاء بأله مثل هذول الناس وغيح تكون هناك قيامة للموت الصالحين والأشرار وأنا أبذل جهدي أن يكون ضميري نقي قدام الله والناس وبعد ما غبت عدة سنوات عن القدس رجعت حتى أطعي الشعب بعض الهدايا للفقغة وحتى أقدم القرابين اللي الموجودين هوني يطيقون أن يقولون أشنو هو الذنب اللي يلقونو بي من اتحاكمتو قدام مجلسهم إلا طبعا هذا الشي اللي قلتونو وأنا ويقف بياناتهم وهو أنتم تحاكموني اليوم أمبور أنا أؤمن بالموت أنت غيّح يقومون أشهل حكس أشهل حكس أشهل حكس الحاكم فليكس كان يعغف كثير أمور عن طريق المسيح فرفع الجلسة من يجي الضابط كلوديوس أنا غيّح أحكم بقضيتكم يا قايد الحراس نعم سيدي خلي بولس تحت الحراسة وضعينوا حرية بالحركة وأسمح الأصدقاء أن يزورونه ويقومون بخدمته حاضر سيدي بعد كم يوم جاء الحاكم فليكس ومعانه مرته دورسيلا وهي من بني يعقوب فبعث على بولس واستمع الحكينه عن الإيمان بالمسيح عيسى ومن كان بولس يحكي عن الصلاح والعفة ويوم الدين خاف الحاكم فليكس كافي 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 غوح الساعة ومنيجي الوقت المناسب أنا أبعث عليك حاضر سيدي أنت كفيغ تبعث على البولس وتسمع حكينه أقول أسهل علي صيخ ذكي ويضعين كم فليس حتى أطلعه موسيقى موسيقى ومرت سنتين وبولس بالسجن وجاء حاكم ثاني بمكان فليكس اسمه فيستوس والحاكم فليكس غاد يرضي شيخ بني عقوب فترك بولس بالسجن موسيقى 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 رؤساء علماء الدين وقادة بني عقوب سيارة الحاكم فيستوس نحنا نغيد نعرض عليك شكوانه تفضل حكوه نحنا نغيد من عندك أن تؤمر بنقل مسجون عندك بقيسرية اسمه بولس للقدس وهو هاجم شريعتنا وشكوانه هاي بزمن الحاكم فليكس يعني قبل سنتين تقريبا ايه نعم نطلب من عندك أن تبعثوا هالي للقدس ونحنا ما رايح ننسى فضلك غجال الدين طلبوا هذا الشيء من الحاكم ومبورهيم نصبوله كمين بالطريق حتى يقتلونه فقلم الحاكم فيستوس بولس محجوز بقيسرية وانا عن قغيب راجع لهنوك فخلوا بعض من قادتكم يجوا معاي وقدمون الشكية ضد هذا الغجال لهنوك هذا إذا كان كنعم الفنب موسيقى 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 ثاني يوم قعد الحاكم على منصة القضاء وأمر الحرس أن يجيبون بولس فلما نوصل بولس قاموا الشيوخ والقادة يقدمون شكية خطيرة ضده بس ما طاقوا يثبتوها ودافع بولس عن نفسه قدام الحاكم سيدي الحاكم أنا ما ارتكبتو اي ذنب ضد شريعة بني عقوب ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر يا بولس انت مستعد تروح للقدس بتكون محاكمتك بهاي الشيكية هنوك وقدامي أنا هالسا ويقف قدام محكمة قيصر بالمكان اللي لازم اتحاكم بينه وانا ما عملتو اي ذنب ضد بني عقوب وانت تعظف هذا الشيك كلش مليح لو كنتو ارتكبتو شيء استحق الموت فانا مستعد للموت اما اذا كانت هاي التهم اللي وجهوا لي هي هذولي الشيوخ ما صحيحة فما يحقل اي واحد ان يسلمني اللهم لهذا السبب انا ارفع قضيتي القيصر هذا رفع قضيته القيصر هش تقولون يا مستشارين لازم يغوح القيصر حتى يسمع قضيته بعد ما لنا حق نحكم بقضيته ان رفعت قضيتك القيصر فالقيصر لازم تغوح الى لقاء اخر معه الحواريون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشكش اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة